موسيقى موسيقى ايضا روسرا ألبوها ودخلت الذنوب شكرا بزاف على المواقف والله اعجب يعني فرحت براسي وكنت فخورة براسي والله اعجبني هاد الشي لاش وصلت وكنقول هاد الشي كل وصلت لي بسببكم بسبب الترجاعات ديالكم دائما ديروا لي لايك لايك ديالكم لايك ديالكم لايك ديالكم تشجعني اعجب المتابعين ديالي غدا غدا ندير فيديو وهكا كنت تحمسها البناز كما كتشوفوا معي هنا صفتات لنا ثلاثة ديال الباكيات كلهم فيهم كل باك في صلايا وكذلك فيها قرآن كريم مصحف وفي تسبيع وكذلك في هاد المسك ديال الكوكو اللي صراحة رائحة ديالها رائعة عادي ريحت الكوكو الفري عادي كتشمو ريحت الكوكو الفري زوينة بزاف عجبني الباك ومهم صفتات لنا كما كتلكم ثلاثة انا وصاحبتي ولوستي وكل واحدة فينا اخذات لون انا اخذت الباج بحكم السالون عندي في شوية دوغي وهذا خديجة اخذت القغي وهين اخذت البلغوة اللغة انا كنوري لكم اللي باك نقول لك شكرا مرة اخرى امل ربي خليك حبيباتي الله يكبر بيك كما كبرتي بيا وتفكرتيني وخا انقطعات انقطع التواصل بينتنا مودة لانا مشاولي النوامر من بعد مدد التليفون ولكن الحمد لله يحب نعمل اضفح اكتبته بالنسبة لبنات لها غيقولوا لي اشحال القياس انا عطيكم بزلافة ذيال الفرس نسل زلافة ذيال الفينو سافي هذا الشي اللي درته بالنسبة لهنا دوبات غير الزبدة وهنا درت فيها الفينو مع الخميرة حمراء خلطتهم هكا هذا مشي الفينو هذا دقيق الحرش اللي كنت بارتاجيت معاكم خديتو عندك ملحنة مرزخ لكي يبيع مواد الغذائية صراحة زوين بزاف هادا الدقيق وكيستق فيه كل شي هنا غنوريكم الطريقة ديال الملوي دياله اللي صراحة كيجي رائع جدا يعني عطي كيجي مفش فش وغادي تشوفوه معي ان شاء الله في الاخر ديال ديالتصور ديال هاد الفيديو هنا را كنوريكم اول حاجة كتديرها را كتعجن هاد الملويات الصباح بكري عجناتهم وخلاتهم تطلقو يعني حتى الوراء الغذاء عاد بدات فيهم عاد بدات هكا كتهز كلها كبيرة وكتصرحها نيت مزيان بلا ما كيتقطع لها البنات وكيجي خفيف بزاف هنا كتدهن الوجهة ديالها بالزبدة وكذلك كترش هادك الدقيقة اللي قلت لكم يعني ممكن انكم تعوضوه بالفين وبحل بحل نفس النتيجة وغادي تبدأت جمع على شكل مسمنا ومن بعد غادي تبدأت لويعة والتاني مويمان توم غادي تشوفونا فيديو وغادي تفهمو المراحل كاملة اللي درتهم معانا وشركتهم معانا فهد الملوي اللي صراحة كيجي رائع الملوي ديالها وشي حاجة ووعرة وشي حاجة الطب انا بدارها كنقول لي عيقت مجي يعني جي بلي غادي ملوي وكتصيبوه بطريقة زوينة وكذلك كتقدر كتدير فيه الزيتون بعد اختات كتعمروه بالزيتون كحل كتعمروه بالزعتر بجبن اعتيرا كيجي زوين البنات كيجي زوين فغيمو كيجي زوين انتو ما الطريقة اللي كتدي لي هكا وكتبقى تلويه يعني هي قاتلك مشي كتشدي وكتزيري لا كترخفوه عاد من بعد كتجمعوه يعني هاد الطريقة المعتادة اللي معروفة ولكن كيجي ببنين بزاف مو يمنعوت معاكم نفس المرحلة بشكل ابنات اللي بغيين يحودوه اللي يطبقوه في ديورهم يشوفوا الطريقة دياله مزيان بالنسبة بغيت نشكركم على الفيديوهات الاخيرة اللي حطيت فرحتوني بتجاعتكم والله عاتي قدمك نشكركم ما نقدرش نوفي لكم الفرحة اللي كتدخلو على قلب ديالي سيخطو هاد الوقت هادي اللي كان يكون بديد سبيريا وكان عاتي دراك كيجي التفاعل ديالكم في الوقت المناسب المهم هنا لبنات من بعد ما اهنا كدقوا يا ممارا كلهم غادي ديالهم ناس العملية عاد من بعد كدغط عليهم بحال هاكا حباش يوليهم بحال شكل خبيزة وغادي تغطيهم عهو تاني دخلوهم يتلقو غيش ويكوك عهو تاني وتبدأ تقرس فيهم بحال هاكا كيما كتشوفو معايا وغادي تبدأ طيبهم مباشرة بشوية ديال زيت وشوية ديال زبدة مخلطين هذه الطريقة اللي كدير الوليدة ديالي باش كيجيها ملوي غزالة لبنات ولكنها صراحة عندهم لبنات في الدين انا بعدها نعيان ما نطبقها حرفيا ما كيجينيش بحالها وكنقولها لها كنقولها لبنات كينا في الدين الوليدة وكنقولك انا شكرا مززاف المميمة الله يخليك ليا ان شاء الله والله الام نعمة كبيرة الله يخلي الكل واحد مميمته وعائلته كاملة من الكبيرها لصغيرها العائلة شي حاجة عندها واحد القيمة والحمد لله على كل شي مميمة لبنات هنا انفو كتحطو كتعود تقلبو للجهة الاخرى ما كتخليش تيتحمر لا انفو كتحطا كتتقلبها ومن بعد التالي كتبدا تقلب وتقلب هكا كينا قلب وش قلب كتتقلب وش قلب هنا حتى تيتحمر من جوش جيات وكتحطو صافيو كيكون هكا واجد ولكن را كيجي انفش فش اعطي زعماء انفش فش رازبين تبقى انا كنعود معكم هنا الصوت في هادلا فيديو والله لا تشاهد وقل تكون هيبقى عندي في الفريقو هادية مسكينة مني كتجي عندي كتجيبوليا كتجيرو كتيرو كتجيبوليا وكنديرو في الفريقو هكا انا باش النودو نديرو ما كتبقاش ليه الوقت ولا ونبغي نديرو يعني ما غاديش نديرو صراحة كالانا وكيش دلوقت هادا الطريقة اللي كتدير هي وانا ما كتكونش نديري كل وقت باش غادي نصبر عليه هنا المهم هنا را غادي نوري لكم من بعد ما اه حيداتها من من فوق الفرح انتو ما كيفاش كيجي كيجي نفش فش الابنات كيجي زبين واهم حاجرة ما كيجيش شرب الزيت هاد الشي اللي كيجبني فيه ماشي بحال دوك الملاوي اللي كيكونو شار بين الزيت المهمات الشي اللي كايين وهنا فلاشي هالابنات مشيت سحرة مول انسكان مشيت عند فولر ومغسان اه صراحة اه من هارت عملت ماد السيد عندو معاملة زوينة عندو احدات موديلات ديال الحجاب يعني دائما كتلقا عندو الجديد اه وتمن جيد جيد مناسب والحمد لله ده بشاهدة الجميع وبشاهدة الناس اللي كيتواصلوا معي ومشو خدوا عندو الزيوفة قلوك فيهنا نلقينا عندو 8 جيد مناسبة لبنات جميع انواع شيلان والفولارات راه عندو هناك نوريكم بالضبط في نجارة جاف الطابق الثاني في هاد البلاسانتو ما كتشوفوا موسيقى مبغيت نجيكم بالجديد ديال الفولارات اللي صراحة هادو قوارينا اللي بنات عفتي خفاف خفاف بالنسبة لشي وحدا لما كتقدرش على زيوفة تقال هادو راح خفاف وخديت هاد اللونيت ان شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة erto اشتركوا في القناة الناس اشتركوا في القناة في الانستغرام ديالورك كيدير الارساليات للخارج اقادير البنات شوفوا لي هادو ديال لمخ ديال فين دي صراحة زوينين بزاف شوفوا لي اعطيت توب ديال لكرة توبهم خفيف وغزال غزال غزال انا اجبوني هادو اخديت فيهم هادو الوين هادا صراحة زوينين بنسبة للتمن ديال هادو كلولين وهادو سبعين درهم الى ما اخفتن كده بعد تاني مهم سبعين درهم غالية التمن والسبعين حد انا اخديت وصافي المهم جيد هنا كان ورليكم هاد المزيجي الالوان بحل شي لوحة فنية انتو ما شوفو حكم ريوسكم لفونتاج لي فيهم هو انهم كبار بزاف ويعني تقدروا تدريفهم شدة اللي بغيتو وزبونين ارطي طبين كيما كتلكم را كان قولا ونعودها انهم ارطي طبين البنات وتمن جيد مناسب سبعين درهم ما كتلقوش هاد الاتمنة اللي عندو الناس اللي غيسولو فين جي المحل جاف صحرامو الطابق تاني معطلع يعني اين فوكا تسالو اين فوكا طلعو مع الاسكالات ترغضك تتصلو الطابق تاني كتلقوه واول محل غادي تلقوه شوفو لي هادو البنات كيفاش دايرين هانتو ما هادو زوينين في شدة صراحة انا كان حماق على هادو كي يجبوني مياد المرة ما ما اخديتو مجلت غادي ننبعد شوية وغادي نجرب مركات اخرين كيما كاتشوفو معي هادو دي الفين ديرا فيهم الوان مختلفة اه فيهم الوينة مختلفين او ما في شوي بي في خدار ميم اعطالله الالوان اه يعني ما بقيتوش غادي تحيرو في جليل باتكم اه بحل في اللو العتي مكنش لو شوا في الزيوفة وفي الشيلان دائما كالطحيف داك انا كما عرفش اش منزيف غادي تديري دا بلا لبنات دا با مقيتش غادي تحيري لان طراحة كيديرو زيف فيش حامل للي قدر يجي لكنيس مع ديك الجلابة ويم ما نطولش عليكم في البلا بلا غنخليكم تفرجوا في الفيديو وتشوفوها كاملة ولكن قبل ما ننخليكم غادي نقول لكم واحد لاب خومو لي واعرا يا لبنات عندكم با اه الى مشيتوا عند المحل عندو اقولوا لي جيت من طرفنا شو بينك اقادير عندكم الحق تاخدو اي جوج زيوفة اي شكل اخديتو من اي مارك اخديتو اه غادي تاخدو الثالث فابور اللي هو عبارة عن زف ديال الكرة يعني الثالث فيهم فابور وكذلك من اختيارك يلا قتنموا الفرصة غادي تنو جوج زيوفة وغا تاخدو الثالث فابور ومتقولوش ما طالتش فيكم هنا كانوا مريكم هادو اللي يعجبوني الالوان ديالو محمقوني عادي واحد واحد العالم ديال الالوان هنا خطير البنات والله عادي راكي يعطيك افكار اخرى كتصرحي ونخليكم مع الموسيقى انا مبقى نقول عالتاني بس ديال نرجع عندو باجن ناخد هذا وهذا وهذا لهما نوقفونا ونقول لكم موسيقى وكما قلت لكم بتنسوش البخوموجيال اللي هو انكم اتشيرو جزيوفة والثالث فابور موسيقى وهنا جيت مبارتاجي معكم احدات موديلات الشيلا اللي خرجوا دابا اللي كيكونوا هادو بالبوني ديالهم ليسا راح زبينين بزاف وعجبوني وبخاتيك وشي حاجة جديدة عود ثاني لان هادو راكي كان بغوو لبسو مريكي نضيفو ديالهم كيزلقو بحال هكا وكيأتبو في اللبيسة ديالهم وانا را غد يعوني استعبدالها دي باش مباريكم كيفاش كيتلبسو كيتلبسو لبنات بحال هكا وهانتو مشتو البوني راكي جيلا سق معاه ومن بعد كاتدوري الزيف على هاداك الشكل هادو بالنسبة للفليل ولا باش كاتش دي الزيف ديالك عود ما نقاون ديرو دوك فليلة القدام مو يمكن هادو تاهمة ديال الازيستخاص ولا العقيق ولا كل وقت شك يسميهم تاهمة فيهم الوان وعرة فيهم شكيلات زوينين ويمكن حاول نعطيكم فكرة من كل منتوجه عندو لانا كل شي عندو تبارك الله زوين راها بدوني نقاش كل شي عندو زوين ما كنشكرش فيه لانا كنت تعمل معه لا ولكن صراحة عندو دك شي زوين يعني انا مشي تحمل محل كتلقي شغال كيقولك 120 درهم 140 درهم 150 درهم 200 درهم بزاف يعني انا بالنسبة لي انا كنقول بزاف ولكن اسمين اللي كي دير سيب لهدي صراحة اتمين اغزالة معلكم غاتمشوا عندو اختنموا لاب خومو البنات انا بريتكم تبروفيتي وليا فاد لاب خومو مزيان واي واحد جا من طرفنا نشو بينك اقدر عندو الحق ياخد جوز يوفي يشريهم والثالث فابور اشتركوا في القناة 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 ا تحديد تروى يقبوا باست وهي مستخدمية complicated الاقتصور و ke Stress اتك소たちは اخر شخدمة قليل من المقدمة هاد لي بوات هادو لي صراحة رائعين لبنات ديال الكنجيلاتور دابار اكم عارفين رمضان قرب مع الابواب ودابا ما كين غاي كونجلي خاصة نرجدون ديرو تحضيرات ممو سباقة بالنسبة لي انا بغيتهم على حسب الربيع وكذلك بغيتهم على حسب اللي كونساق بخفوك ان نخدو كل بواتات الكبار وما كيكونش عندي فاش غادي هادا البواتات فاش غادي نديرو ونحطوهم في الفريقو واللي عاجبني في هادو واناو ما كيش دوش لي سباس وهاد خمسات الباكيات خديتهم بسبعتاشر درهم وش كونتا يلي بحالي بحلاكة كدهز دي اللي بوات بحلاكة هادو ديال الوبيا وديال ماييس وديال ديال اللي بالمية لبنات وكان هزمنهم مثلا شوية وكيبقوا شيطو وكان كونتا الفاكة فين قصني نديرهم ديالشي لاش قررت انني غادي نشري هادو بواتات اللي باقي غادي نشري فيهم ليطاي الكبار لانا صراحة عاجبوني وجاوني بخاتيك وحتى بالنسبة للمجرم ما غاديش ياخدو لي لانا بالنسبة للاشي انا لتحت عندي فيهم غيم جورة ما غاديش ياخدو لي لي سباس وهاكا غادي نحافظ على المواد الغذائية اللي غادي ندير ولا غادي ندير فيهم الحام كفتا مي مع طالله ما ندير هادو غي صغار وقضلت نديرهم تنجربهم ومن بعد غادي ناخد الكبار وهنا جيت نبرتاجي معاكم هادو اللي تخشون هادو اللي قد قدرتون تحبيهم الزاج هادو اللي فيب اللي ميكرو فيب صراحة زوينينا البنت وما كيخليوش الخملاء وغادي نقول لكم بسلام وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله ما تنسونيش ملي لايك ديالكم وكذلك الى كان ممكن تتبعوا الفيديو حتى الاخر ونطلقاكم ان شاء الله في احسن طور في الفيديو الماجي كان بغيكم بسف وشكرا لمتابعة اشتركوا في القناة